الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد للمبعوث رحمة للعالمين فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين محاسبة النفس شأنها في الإسلام عظيم هل رأيت إنسانا يدعى إلى محاكمة ثم يقف بين القاضي دون أن يجهز أوراقه دون أن يحكم أدلته دون أن يأتي بمن يدافع عنه هل هذا عاقل؟ إذا كان هذا حالنا أمام قاضي الأرض فما بالنا بوقوفنا بين يدي الملك الجبار جل وعلا هل جهزنا أوراقنا وحضرنا أدلتنا لأننا سنقف بين يديه؟ هو الذي نادى علينا وقال لنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون تأمل إلى التركيب اتقوا الله ولتنظر نفس تحاسب نفسها لأن الشأن عظيم واتقوا الله أي احضر كل الحضر من نفسك فحاسبها قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين فاحذر أعمالك واحذر أن تخدع نفسك فتكونك هؤلاء الذين قص الله لنا وقص علينا في القرآن حكايتهم فقال لنا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها الصغير قبل الكبير مكتوب ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا احذر كتابك كتاب أنت تؤلفه بأعمالك فانظر إليها لأنه سيفتح بين يديك يوم القيامة يعلق في عنقك فاحذر أن يكون عليك لا لك قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك أنت مؤلفه كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ولذلك يقول لنا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم وتهيأوا للعرض الأكبر متى هو يا أمير المؤمنين؟ قال يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية في أحد الأيام كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في بستان ولا أحد معه فيقول سيدنا أنس فدخلت وبيني وبينه جدار أي لا يراني قال فسمعته يقول عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخن يعنف نفسه ويقلل من شأنها ويحاسبها عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخن ثم قال لنفسه وَاللَّهِ لَتَتَّقِيَنَّ اللَّهَ يَبْنَى الْخَطَّابِ أَوْ لَيُعَتِّبَنْكِ أُقْدُرْ لِلْأُمُورِ قَدْرَهَا وَقِسْهَا بِمَوَازِينِهَا لِتَرْبَحَا في نهايتها عن مطرف بن عبد الله الجراشي يقول صليت على جنازة ثم بعد ذلك اعتزلت فجلست بجانب قبر ثم قمت فصليت رقعتين خفيفتين لم أرض إتقانهما فحسب نفسه ثم قال نمت بجانب هذا القبر فرأيت صاحبه في المنام يقول لي ركعت ركعتين لم ترض إتقانهما لم يعجبك إتقانهما قال نعم قد كان فأخبره الرجل بقانون أهل الدنيا وبقانون أهل الآثرة فقال له تعملون ولا تعلمون ونحن نعلم ولا نعمل لأن أكون ركعت مثل ركعتيك أحب إلي من الدنيا بحذافيرها هذا شأنه في الأعمال القليلة فما بالنا بالأعمال الكبيرة بيت صحائفك واكتب فيها ما يسرك في غد حينما تقف بها بين يدي الله جل وعلا أسأل الله العظيم أن يصلح أحوالنا وأن يصلح أمر دنيانا وآخرتنا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجل